اشتركوا في القناة ومجلسي الشورى والنواب وسعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام حيث أديا اليمين القانونية أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة تعينهما في منصبيهما الجديدين بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك وأن أحترم الدستورة وقوانين الدولة وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وقد هنأ العاهل المفدى وزيري شؤون مجلسي الشورى والنواب وشؤون الإعلام معربا حفظه الله عن تمنياته لهما بالتوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خدمة للوطن والمواطن مشيدا جلالته بكفاءة وخبرة الوزيرين البعينين والرمح والتي تؤهلهما للقيام بمهم عملهما على الوجه الأكمل وأكد الملك المفدى أهمية مواصلة العمل لتطوير الأجهزة والمرافق الإعلامية بما يواكب المسيرة التنموية والناطة الشاملة التي طالت مختلفة أوجه الحياة في مملكة البحرين مشيرا جلالته إلى الدور المهم للإعلام الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر قيم التسامح الديني والتعايش وخدمة قضايا المجتمع والترويج لما حققته المملكة من إنجازات على كافة المستويات كما نوها العاهل المفدى بأهمية تعزيز التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية من أجل تقدم وازدهار البحرين ورفاه شعبها مؤكدا جلالته على دور السلطة التشريعية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والدفاع عن قضايا الوطن في مختلف المحافل والمنتديات الإقليمية والعالمية مؤكدا الملك المفدى أن مملكة البحرين ستواصل نهجها التطويري والتنموي لتحقيق المزيد من المنجزات في كافة المجالات والقطاعات وأعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بالكفاءات البحرينية التي تعمل بجد وإخلاص في خدمة الوطن والتي تجعلنا على ثقة واطمئنان بمستقبل البحرين الزاهر بإذنه تعالى كما أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السامية مؤكدا سموه أن الحكومة ستعمل جاهدة على تنفيذ هذه التوجيهات السامية تعزيزا لمسيرتنا الوطنية وبما يسهم في الارتقاء بالقطاع الإعلامي وترسيخ التعاون المثمر بين السلطتين متمنيا سموه للوزيرين البعينين والرمحي كل التوفيق والنجاح والإسهام مع زملائهم الوزراء في تحقيق كل ما يصب إليه شعب البحرين الكريم من تقدم وتنمية ورفاه من جانبهما أعرب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزير شؤون الإعلام عن خالص الشكر وعظيم التقدير وبالغ الإمتنان لجلالة الملك المفدى على هذه الثقة الملكية السامية مؤكدين أن توجيهات جلالته الكريمة ستكون نبراسا لهما في تأدية هذه المهمة الوطنية سائلين الله أن يوفقهما في أن يكون عند حسن ظن جلالة حفظه الله معاهدين جلالة بمضاعفة جهودهما لخدمة الوطن والمواطنين وتعزيز مكانة المملكة بين مختلف الدول المتقدمة